الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحابك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفائي تعالي يا أخيات في رحابي لنصعد صوب علياء السماء لنصعد صوب علياء السماء رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحاب الطهر والإيمان يسري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنزف أمتنا اليوم من كل مكان فقد زاحم الكم الهائل من الأخبار هاشتاك بعنوان احموا نساء السودان ليطرح سؤال صارخ ما الذي يحدث لحرائر السودان وكيف ندفن هذه القضية المأساوية في هوامش الأخبار تعد لحرمات وحتك للأعراض وخطف واسترقاق فكيف يمكن معالجة هذا الشرخ العميق وكيف يمكننا أن نرمرم هذه النفسية التي تعاني وستعاني بقادم الأيام من تبعات هذه الحرب الوحشية على الإنسان المسلمة السودانية التي تسكن في تلك الرقعة الجغرافية ما الذي يجب على المجتمع أن يعيه للتعامل مع هذه الكارثة أنا وأنت والمجتمع المسلم ونحن في برنامج في رحابها برفقة ضيفة برنامج الدائمة الدكتورة هانا سامير أهلا بك دكتورة دكتورة اليوم سنقش موضوع مهم وهو من الواجب المتروك ومن فرض الوقت الذي ينبغي أن نتحاور فيه نحن نتكلم عن السودان وهذا ينطبق على كثير من نساء الأمة أولهم نساء غزة دكتورة بداية بالنسبة للجرائم التي ترتكب الآن على حرائر السودان طرف بالظالم يرتكب هذا الظلم ويقعه على مجموعة من النساء العزل الأمهات كيف يؤثر هذا عليهم وكيف يؤثر على المجتمع بسفة عامة خلينا في البداية نبتدي بسم الله والحمد لله والسلامة والسلامة رسول الله ربنا يجعل هذه الحلقة صوت حق وصدق تصل لكل من له يعني يد أو حتى نقول واحد في المية أو حتى خمسة من عشرة من سبعمائة ألف ضعف نقدر يغير شيء أو حزبة لله أو والله طلعنا نفسنا من الحرج الشرعي وقلنا ونصحنا يجي يسألنا ربنا يومي ياما نقول والله يا رب احنا فعلنا في حلقة في رحابها على إذاعة قناة التناصح وقلنا وحذرنا وقلنا الوسائل وقلنا العلاج اللهم لا تؤاخذنا لا بدعف الأم ولا بدعف القرارات ولا بدعف الشعوب مش الشعوب الدول ذات نفسية الحكومات ذات نفسية فاللهم إنا نبرأ إليك يا رب من تخازل ومن ضعف هؤلاء احموا نساء السودان احموا نساء غزة احموا نساء الروهنجة فاكر أيام الروهنجة كانت الدنيا عاملة إزاي احموا نساء الإسلام يا رجال الإسلام الأول تعالي ما نعرف وإن لي بيحصل في السودان أيا كان المسمنة ماليش دعو بالمسمايات تطهير عرق للقبائل العربية لا ده القبائل المختلطة أيا كان ومعروف دلوقتي على مستوى العالم باش ده مش موضوع حلقاتنا ولا مطالب مننا نحن ترجعوا للتحليلات السياسية في أي برنامج إيه الدول اللي مقايدة هذا الجهة وإيه الدول اللي مقايدة الجهة التانية أنا اللي يعنيني أداب الحرب لو أنت بتتنازع عن شيء طائفتان من الاتنين واحدة بغت على الأخرى هنعمل إيه إحنا كمسلمين في أصول في بتاع حوالي 8-9 أصول قلنا قلناهم زمان أيام غزو الكويت وننرجع الحاجات دي فإحنا دلنا ما سابش حاجة فمجيش تقولي لأ إحنا مش عارفين أداب الأمر وإحنا منعرفش إيه اللي بيحصل هي الكرسى اللي في السودان إنه مفيش ميديا كافية ومفيش لميديا كافية ولا فيه نوع من أنواع التغطية زي مثلا اللي حصل مثلا في فلسطين وغزة يعني إحنا قلوبنا كلنا هناك إحنا أجيين بس مباشر موجود قدام مستشفى الشفاء بنعمل مش عارفة بس مباشر في النصيرات معرفش إيه اللي بيحصل كذا في ميديا بتتقدم فإحنا فاهمين إيه الوضع في السودان مش كده اتصرف فيديوهين ثلاثة ألبوا الأمة كلها تطلع واحدة دا اللي بيحصل مشاهد اللي وصلتنا وفيها تعطيم ومفيش نوع من أنواع حتى تطلع امرأة سودانية انقذونا انقذوا نساء السودان إحنا بيتم اختصابنا إحنا كذا ولما واحدة هير بيتنا تيجي القذيفة وقعت في المخيم ولا المعسكر اللي كانت فيه طلعت قالت إحنا معي 13 بنت وفتاة صغيرة يعني والحديث بتاعها موجود كل عميد معي 13 بنت بيتم التناوب علينا كل يوم دا اللي تنقذونا لما يجي النساء في السودان تيجي تسأل الفتوى أنا حامل من سفاح وكذا طب ننتحر طب ننزل طب نبكر بطنة طب نعمل ايه قولونا يا مشايخ ويا علماء وطلعونا فتوى نعمل ايه علشان خاطر احنا نعرف نواجه اللي بيحصل دا ما دي كرسة ما دي الأعراض ما دي وإسلاماء ومعتصماء ما هو دوت لكن فين الأمة الأمة مغيبة ففي تعتيم وما فيش ميديا موجودة زي الميديا اللي موجودة في فلسطين تشرح لنا الواضع دا جزء لما بنيجي نتكلم قبل ما اقولك وانقصل دلوقتي انا نفسي والله الحلقة تمتد يعني اعمل ايه ان انا خلص كل المحاول ليه لان الموضوع دا ما ينفعش اتخذ من جانب نفسي بس ولا جانب اجتماعي خطأ خطأ انا لازم اشوف الصورة كاملة كمسلمة كمؤمنة كامرأة كأم كبنت كزوجة المفروض الكلام دا كله يغطط ده الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي لما نقول اكبر مصيبة بتصيب المرأة عرضها شرفها نعم ولانا في السيدة مريم بقى سيدة مريم البتول بقى يعني برغم معرفة السيدة مريم البتول العزراء الطهرة الشريفة العفيفة بحالها بحالها برغم عرفها بتحارتها اش فقط هتواجه الناس ازاي هتواجه قومها ازاي قالت يا ليتاني ميتوا قبل هذا وكنت نسيا منسية بس خلاص لما نفكر بقى في اخواتنا اللي موجودت في السودان الان الامر مصيبة وكبير كبير جدا احنا لنا دور كافراد لنا دور كمجتمع مسلم لنا دور انسان يعني مش هنكلم بقى باسلام معين الاسلام يكفي كل هذه الامور لكن للأسف الان ضعيفه مفيش مفيش اللي هم لا يتجمعوا تحت راو هاي دي المشكلة اللي بياخدوها مفيش راية موحدة للأم يبقى هاخدها من ناحية الانسانية وكأمة مسلمة الوضع مش مزري وبس الوضع كارثي يعني انا شفت فيديو لسه كنت بحكيلك على جزء منه قبل الحلقة الفيديو انه هما النساء بتنضرب بالهروات وبعدين اللي بتجري واللي معاها طفل شايلة او الطفل جري منها لو بيمشي او التانية اللي شايفة اني مسكى الطفل على ظهرها فقام جاي ضربها انا مش مهمة ايه ده انت بتخبط ايه بتخبط حجر قدامك دي امرأة دي سقلت فقام جاي خبطها فوقعت يا حبيبتي وقت على ايه على ظهرها مين اللي شايلها زي السودانيات ما بيشيلوا الطفل اللي شايلها فشايلها على ظهرها فوقع فتفجر راسه المشهد التاني الفيديو الكارسة انت قلت يا مش عايز اتفرج على انا لازم احكيليك بقى هي دي الكارسة والله يا سيد زمون الفيديو التاني ان تم ابادة للنساء ورجال والنساء كتير كتير مرميين ويعين هي مربوطة بابنها فابنها مربوطة منها صح هي ميتة وهو نايم على الدم التاح ده مش المشهد التاني يا ميتة تماما والولد قاعد وعمال بيعيط ولد صح اللفت نظري ان وهم بيحرقوها يشوفوا هي دي ماتت فجاه فالولد مستكين تماما ويبصلوا مساكن تماما ما بتكلمش الولد التاني بيبكي اللي عايم في بركة امه بتاعت الدم طبعا دي ما نسأل والله نسأل والامة تسأل على الواضع ده طيب جريمة حرب جريمة إبادة كله إبادة جامعة تطهير عرقي كله كله يتقال عليه كله انا عندي لو قلتلك بعض القوانين اللي الجرائم الحرب كانت أسسوها في روما قالك سنة 98 الوثيقة الجامعة اللي بتقول الكلام ده بتقول تعريف ان اي ان الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب او المعاهدة اللي تمت على مستوى الدول بالكلام ده ان حددت جرائم ضد الإنسانية هي ايه هي اي انخراط في عنف واسع موجه ضد عدد من الضحايا سواء في منطقة جغرافية ولا لا قالك من القتل العام التعذيب المعاملة اللي انسانية تجارب بيولوجية بتتم وده تم في الحرب العالمية التانية ولو توصيق الجرائم البيولوجية اللي تمت على الدول المحتلة ولا حاول ولا قاتل وقال لك الاسلام مش الاسلام ده هما الارهاب ده هما ذات نفسه بأصل العنف او انك تلحق ضرر بالممتلكات وهكذا او انك تكون وعايز تعمل زي نوع من انواع الابادة لمجتمعات سكنية او قطع جغرافية او ارغام اثير الحرب ده تعريفهم لجرائم الحرب او الجرائم الانسانية او انك انت تحرم اثير حرب او هكذا سبحان الله احنا عندنا اثير الحرب يصرف علي الحلقة كفت ممكن اقولك ست حاجات في الاسلام بيتعامل اخلاق الحرب في الاسلام ولو تسمع اقول يا ربي سبحانك يا رب وفعلا وفعلا قالك كمان ان الهجمات ضد السكان المدنيين هجمات في مواقع مدنية عندك هجمات ضد الموظفين وخصوصا الحاجات اللي هي خاصة بالدول اللي هي مثلا مساق الأمم المتحدة وهكذا من ضمن الحاجات مهاجمة القرى والمساكن كمان قايل على الاراضي كمان قايل على الاراضي انا عايزة بس اجيب لكم الحتة بتاعت اللي هي الفرق ما بين الجرائم الحرب والجرائم الابادة الجمعية وجرائم ضد الانسانية كلها تمت في السودان وغزة كلها تم قوف الروهينجن يعني شور على اي موقع في الخريطة بتاعت الاسلام هين حتلاقي فيه دم المسلمين لازم يا مستعمرين هي دي الكارسة فلما قد تكلم لك الصديق قرائم حرب انا اعرف قرائم الحرب هي ايه في النقطة هذه بالذات دكتورة يعني مثلا حرب غزة كانت من شق يهودي كافر يعني على مسلم الروينجا كذلك نعم من شق كافر على مسلم صحيح غالبا لكن الحروب التي تدور بين المسلمين في العموم انهم مسلمون والله اعلم هي التي لا تظهر على الشاشة وغالبا يقولون هي حروب اهلية نعم وهو دل بيحسر ولا يتعاطف الناس معها او مع انه يقع ظلم احيانا الطرف الباغي يعني الله اعلم ما ملته لكنه مسلم بالظاهر نعم وهي دل بيعمل خلل نعم فالان ارجو ان عدم التعاطف لان شعب السودان اولا لان السودان تم استبعاده انا اعتبر السودان جزء من مصر يعني نعم صحيح هم جيران ونهو جيرانكم سودان وغزة نحن نزيل عنها يعني حتى حق الجيرة نعم فحت السودان اصلا ازحت من مركزية الامة مع انه مركزي يعني كلنا نعلم دول اصلا السودان في مقاومة غزة وكيف كان وكذا لكن الآن يعني الحرب التي تداءت رتار الآن حرب اهلية ويدون الناس انهم برابرة وانهم هماج صحيح فكيف نزيل هذه النظرة بحيث ان فعلا نشعر هذا الشعور الاسلامي وعدم تهميش بص يا اختي ومنطقية هذه الحرب التي تقع بين الطرفين نعم طيب انا خلينا يعني ايه نتكلم حتى ما هي السياسية بس خلينا نتكلم دلوقتي انا فيه مشكلة حصلة في بلد من بلاد الاسلام ملكوا مال النساء انت جابي انا دايما نقول حتى جالي ناس طبعا عارفة انهم يعني موجهين بطريقة معانية بينقشوني في امر الحادي بحت والامر التاني مش بقى علماني ده امر التاني ما فيهوش حتى واحد في المية اسلام واختلاط المفاهيم ولأ وانت ليه قلت لي لا 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 انا جابهك فكري بفكري هاتلي فكرك وفكري وانت طريقة حضارية منطقية انت دلوقتي فيه مشاكل في دا وما فيش فكري بفكري فيه الالة العسكرية وفي دول مستفيدة اغن السودان دي دولة غنية جدا الاصلا منقول السروة الحيوانية اللي كانت موجودة في السودان وكان فيه خطة معمولة في 2012 علشان يحصل نوع من انواع التانية لجميع شمال الافريقية كله لشامل بقى ليبيا وطولوس كان من السودان وكان الامر ازاي نوظف الامر ده انتو ما عندكوش المصاري ما عندكوش احنا ناخد دا ونعمل دا ونعطيكو كازتاب نعمل مش عارفة تشجير في الحتة الفونية او زراع او تخدير مثلا زراعات معينة بحيث ان دا يخدم على تكامل بين الدول نعم الاسلامية فكان حيبقى فيه مرضود مش هتشحت لقمتك المسارطنة بالقامح من بر اللي هم مدينك اللقمة ومدينك السلاح ومدينك ومدينك بقين على رقابتك لدرجة انت ملكش سلطة على ارضك ذات نفسيا نعم خونا 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 كلهم خونا الحكام خونا الحزب وامام الله عز وجل لتضيعهم من البلاد الاسلامية طي الحل ايه انت دلوقتي فيه صراع الحل ايه انت بتختصب النساء ليه يعني انت هما دول مرتزقة بقى ما تقنعينيش ان دولة بقى دولة وبلد يعني وطائفة من البلد يعني دول مستحالة ابن بنت بلدي ده احنا عندنا بلولة قولك بنت حتتي بنت منطاطي مجيش عليها ولا عرضها ولا شرفها انت ليه بتختصب النساء تقتلهم ليه يعني قتل الامرأة بطفل رضيع بالمناظر المصيبة هما خمس فيديوهات اللي شفتهم فقط مزيق الاف نجحة غزة في تغيير صورة العالم عن فلسطين ليه اتعامل خوارزميات على الميديا لمانع اي حاجة فيها تنشر 12 فيها كلمة فلسطين متقدرش تكتبي فلسطين الصفحات كل ولكن نجح ليه يلا قسموا الحاجات ابعتوا عن طب حطوا في التعليقات طب طلعوها ستوري علشان تعرف طب يلا على جروب باطل طب يلا تعالولنا على التليجرام 12 مهما تخد من كيز معرفوش رغم القلل الاعلامية كلها بتاعتهم في السودان ما بيحصلش كده ما فيش المادة ذات نفسية شعب يفقير جيرو حبيبي يعني شوف الحياة بتاعتهم بسيطة جدا العلمي قطيب شعب نساء السودان قطيب نساء نعم تحفظ على بيتها الله مبارك تستحمل رغم السودان في نوع من تستحمل الله مبارك عليها وعندها نوع من يعني ايه تقديس الحياة الزوجية الأقصى درجة وانت طبعا كمستشارة وعندما يجي لستشارة من عندهم انا ما اقدرش يا سيدها منا انطق بما هي لا تطلبه لكن أرشدها بنت الصحي كذا عميلي كذا حفظ على بيتها ليه ليه تقتل انتهاك أعراض يجيب لك صدمات ويجيب لك انك يبقى عندك صعوبة في تجاوزها النهاردة هنشرح فعل حلقتنا العلاج بتاع الحاجات دي ايه والصدمات دي بتوبقى ازاي يعني الموجه للهادي الضحية اللي اتواجهت مثل هادي اولا انا عايز اقول شوية بس ثوابت في البداية عشان خطر قبل ما نتكلم بقى في الموضوع العلمي وشرحوا الكلام ده اوعى تفتكروا يا نساء السودان الطاهرات انتنة ان اختصابك او الاعتداء عليك او دا نهيلة الطريق ابدا وده مش اخره للبنت ابدا او ان الصعب ان انا قعود تاني ان الحياة من جديد اسمع الحلقة النهاردة ان شاء الله باذن الله يا رب تبقى خطوة على الطريق اللي صح الامر طبعا ممتد بس عايز اقوله الحروب لما بتسيب خسائر اقتصادية ده معروف ده ممكن تعودها لكن المصيبة في القصار المدمرة على نفسية المتعرض للحرب والخسائر اللي خدها ذات نفسية النفسية اللي بازل دي اعادت بناءها صعب جدا ابحث كتير في علم النفس فالعشرين سنة الاخيرة العقود الاخيرة يقولك اضطراب ما بعد الصدمة ايه اضطراب ما بعد الصدمة مرض نفسي بتجيبوا الحروب او القصار النفسية اللي جاية من الحروب والابادة الجمعية يعني الستتة اللي تم اقتصادها او الطفل اللي شاف امه وابوه الناس بتعمل معالجة الامر ده ازاي صعب المناطق النزاع ذات نفسيها او مناطق الحرب ذات نفسيها يجب ان يتحط بتعمل ابحاث طبعا ازاي حماية الانسان من الحاجات دي واللي يتعرض لصدمة واللي ازاي نحول المنحة المحنة دية يبقى منحة بعد كده بياخد سنين انا بقول لكم اضطراب ما بعد الصدمة اللي بنتكلم عليه ده ايه اعراض بتسيب الانسان اللي اتعرض لشاف موت قدامه اتعرض لمشاهد عنف اعمال عنف اتأذف جسد وزات نفسه المصابين باعراض ما بعد الصدمة دولت بتختلف طبعا حسب الطبيعة النفسية في حد بتحمل فيه بعد الناس بتتغادق لكن لا لكن على الاقل بيبان على طول والناس اللي نجوا من الامر ده العلاج بتاحهم اقسم بالله بيقعد سنوات الاعراض ذكريات مؤلمة بيعيش الحدث مرارا وتكرارا بكل جوارحه كأنه موجود ولو جبتله صوت يرجع بالحدث او يحصله نوع من القلق او الاضطراب او الرعشة وهكذا بيعاني من كوابيس اضطرابات في النوم اضطرابات في الطعام كل الكلام ده اصلا افكار سلبية بتيجي على نفسه وبتيجي على حال نظرة تشاؤمية للمستقبل بشكل مبالغ فيه جدا منعزل تماما عن كل اسرة وكل الانشطة سهل جدا يتعرض لو كلمتيها تلاقيها بترتبك او بترتعش او شعور بالخوف والغضب والتهيج والزعر كل الكلام ده حاجات مرعبة بتبقى بشكل دائم بعض الحالات ما بتتعليكش بتوعب كتير تأثيرها بيبقى مستمر لكن بنعرف نقلل من حدة النوبة وهكذا ده اضطراب ما بعد الصدم ادي خوف شديد ادي عجز ادي رعب اعتداء وخصوصا لو حصل اعتداء الجنسي كل الكلام ده اضطراب الكرب بيسموه اضطرابات الكرب بعد الصدمة وخصوصا لو كان فيها عنف جسدي استمرار اضطرابات الكرب بدوت بيبقى تمتد على الاقل لست شهور لنفسية لو تم تعليجها اول باو اول بتقعد لسنين طويلة اقولتلكم ما بتروحش بس بتبقى اقل شدة مع مرور الوقت ولو عملنا العلاج النفسي والدوائي ويسموه بي تي سي دي او بي تي اس دي بالانجليزي بقرأ الكتور الامر دوت بيبقى فيه اعراض اقتحامية اللي حدث بيجينو مرارا ومتقرارا رقم اثنين تجنب اي حاجة تذكره حتى لو الريح حتى لو الرمل حتى الصفرة تالت حاجة بيبقى عنده تأثيرات سلبية في التفكير وفي المزاج بيبقى عندهم تغيرات في اليقظة وردود الفعل بتاعتهم صعبة جدا وعنيفة جدا الاعراض الاقتحامية دي بيتيجي في الظهور زي ما قلت لكم ذكريات لا ايرادية بتيجي وغير مرغوب فيها كوابيس الشخص ده وما بيجي يسترجع الحاجات دي بيبقى مؤلم جدا اعراض تجنب بقى الحاجات دي انه هو بيستمر تجنب الانشطة الشخص اللي بيذكره الناس اللي نفس الجنسية حتى ما يخشش المكان لو فيه مشابه لو حديقة او ارض او مشابه او مكان او مبنى النفس اللي من نفس العرق مثلا او الكلام ده بيتجنب تماما يتكلم في افكار او مشاع التأثيرات السلبية في التفكير والمزاج وكل بغير قادرين اصلا ان هم يعني حتى بيسمون فقدان يفتكروا ايه اللي حصل فقدان الذاكرة التفاروقي فارق وذكرته فمش فاكر مش فاكر لكن بيفت يعني بعد فترة بيعمل حاجة اسمها الخضر العاطفي او الانفصال عن الواقع اللي هو فيه ده اكتئاب وعلاجه بيبقى موجود في طريق التفكير الاشخاص بتختلف ان هو ممكن يكون مثلا حاجات مضطربة او تؤدي بيهم يلوموا ساعة نفسهم او احنا السبب في ان احنا احنا نجينا والبقين ما نجوش ويفضلوا يبقوا على الكلام ده عندهم مشاعر سلبية فقط زي ما قلتلكم مش بس الخوف او الزعر او القلق كل دي مشاعر يحسوا ان هم مسيطرة على المخوف رعب غضب او العار وخصوصا لو كان الامر جاسة دي طبعا التغيرات في ردود الافعال بتختلف من شخص لشخص زي ما قلتلكم ما بيعرفش ينام دايما متيقص دايما خايب دايما متوتر دايما الان يعني الحاجات دي كلها وصعب على فكرة ان هو تقدر تسيطري عليه الا اذا تلحق فبيبقى العلاج يائما سلوكي يائما العلاج دوائي علاج الدوائي بيبقى اكتئاب هذا مضادات الاكتئاب كلها او مضادات الزهان معانه مايكونش عنده دا او مضادات قلة النوم او الوجع مايكونش عنده الاعراض دي بس دي احاجات تابعة عشان تقدد من تقلل من حدة النوبة لكن في العلاج الدعم اللي هو السلوكي يا فردي منك له او او مع جماعة انتو اتعرضتو فبناخدهم كجماعة وكمجموعة وبنعمل لهم نوع من انواع الدعم النفس بلاحظ كمان حاجة اسمها توفق العين او محاكاة الامر بنفسه بس لازم طبيب شطر جدا طبيب ده ان هو يخلي يحاكي معاه المشكلة انه عنده فوبيا منها انا مرة عليك تبان نوتا اتعرضت على يد حبيبها المفروض استغفر الله يعني كانت من صاحبة واحد استغفر الله وخدها المكان وبعدين حد فتن عليها او تبلى عليهم كذب ان دي مش بنتي فقام جاي مدخل صاحبه فتعرضت لصدمة اختصاب وصدمة ان البوي فريند بتاعها استغفر الله الصاحب اللي كانت من صاحبها في الحرام هو اللي سلمها ده ولما اكتشفوا انها بنتي طلعت منهارة عندها فوبيا من حكتي اي كوتش له رباط لان يومها كان الكوتش اللي هي كانت لابسها لرباط قعدنا انعالك في الكلام ده ثلاث سنين فالعلاج بالمحاكم احتاج طبيب شطر جدا ونظرة العين يعني تبصت لقى العين راحة وجاية كده مضطرب لانه هو متخير شامم حتى الريحة اللي كانت موجودة في قلب المكان فانا بقول النساء السودان اللي تم اختصابهم او تم التعدي على جسدهم او قتل ابنها قدامها او الولد اللي شاف امه تقتلت قدامه زي ما نشفت كده لازم ها لازم اشوف يعني بعدين بيعود عايب بقى وعاد عدعي يعني لازم بس لازم اشوف يفضل ان بس دي مش دعوة ان في نساء زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت تستطيع انها تكمل وتشوف سواء هنا او غزة او اي احداث وفي ناس لا تستطيع والنبي صلى الله عليه وسلم راعة دوت ففي ناس تقدر اللي تقدر تعمل وتحول الطاقة دي اعمل ايه للامة اعمل ايه لنصرة الاسلام اعمل ايه علشان نساء السودان اللي صعبان علينا يا استاذ مونا في الموضوع دوت انه عرض وشرف عرض وشرف واحنا يعني يعني منقول رجالة الامة ذات نفسيها محتاجة يعني فين الكرامة يعني يعني فين كرامتك انت كراجل مسلم وانت شايف عرض اختك المسلمة بيوهان وبيدنس فين كرامتك انت كراجل لما تطلع الاسيرة الفلسطينية يجردوها ويلبسوها منابس شفافة عشان تنتهك سترها امام اعين القفار اللي الله عليهم من الله ما يستحقه من اللعائم يعني انا كامرأة انا هذا الامر يدمي قلبي يعني كلما اشوفه افتكر بيفكرون اللي كان بيحصل في سربنسيا في السرب كوسوفو وايام اللي كان بيحصل واختصاب خمسين الف مسلمة خمسين الف مسلمة تم اختصابها والمحارق الجماعية والكبور الجماعية وفي الاخر هنطلع واحد هو اللي هيبقى دوة مجرم الحرب ونحزبه لا لا الموضوع مش لازم يكون كده وعشان كده انا بقول سواء للسودان او لسوريا او لفلسطين ان بداية طفان الاخصى هي بداية تحرير هنا وهنا استحالة الشعوب الاسلامية واستحالة القلوب المسلمة هتفضل مع شدة الضغط عارفة كده الضغط اللي بيولد الانفجار هيجي وقته وحيشيته عارفة المرد الاسلامي هيشيل كله لكن احنا درنا ان احنا ندعمهم وان احنا نطيب بخطرهم وان يبقى فيه يعني لو نعرف نجيب النساء دي يعدوا طبعا عندك يعني هيعدوا هيعدوا على مصر مصر يقول لك دواتي فيها 9 مليون ده بالاحصائيات بتاعت اللي هو السفير السودان لكن حقيقة هم 11 مليون التسعة مليون اللي موجودين او ال11 مليون اللي موجودين هيعدوا فين عدوا مصر طيب مهزيادة ويقول لك ونفس بقى المشكلة اللي في كل مكان ما زي تركيا سوعبة سوريا زي مش عارفة اعمل منطقة امنة للسودانيين اللي جايين على الحدود خد المنطقة دي بتاعت الشمال يبقى انت عندك بحر احمر هو ده عندك المنطقة اللي فيها المينة النحيادي وعملت لهم منطقة امنة انت كمصري كشعب مصري او كدولة مصر وجبت النساء دول وجبت اخوان هم ما استغلناش عنهم وفي نفس الوقت كفهم وهيبقى فيه تدوير جامد لان هم على حكتين اتنين ده هم على معبر على بحر النحيادي منطقة امنة زي ما تركيا عملت لسوريا منطقة امنة على خش 60 كيلو ولا مش عارفة 50 كيلو وعمل المنطقة دي اتوهاتهم ونجيب النساء ساعتها بقى احنا كطربويين او كمنظمات المجتمع المدني ما هانا انا كمسلماء انا اروح انا انقذ الناس دي ازاي ما هانا ده التفكير انا اروح اساعتكم ازاي هاتهم هات النساء دول وهات الاطفال دولت ويعمل التربويين والاطباء على مستوى اللي جد والاطباء لا الاطباء بلا حدود دي اللي بطلنا نسبين يا ست اي منظمة تعمل واحنا نروح متطوعين معاها نعالج النفوس بتخلص في 6 شهور ده لو نفسه لكن اختصاب والمناظر اللي احنا شفناها وبكاء النساء وتقولك يا تنوبوا علينا كل احنا فيه احنا في الصرب هنا احنا فيه مسلمين مع مسلمين ده عشان تطيري عركة ايا كان ما ليش دعب السياسة انا لكن ايا كان انا بتكلم دلوقتي على نفسية امرأة وزوجة وبنت واعراض يا مسلمين طيب دكتوريا هنا نقطة تطلح ايضا يعني اذا كان هناك دور غائب من حماية وجيوش وفرسان دور اعداد المرأة لحماية نفسها الا ينبغي ان يكون هذا واجب لقطة والله سيد المنا انا فكرت في النقطة دي وقعت تقول طب وبعدين نجد ان فقه جهاد المرأة يعني موجود انها في وقت الحاجة تدافع عن نفسها فايضا لدينا اخواتنا من السودان الان موجودات وربما يتعرضنا في المستقبل ما هي الخطوات العملية التي ممكن تحمي بها نفسها بما لديها من قوة وما هي النقاط الاستراتيجية في المستقبل التي تحمي بيع المسلمة نفسها وتكتسب يعني سبر القوة بدل ان استنجد المعتصم الذي لم يأتي ان شاء الله يأتي طيب بص انا عادي تفكر اقول يعني ايه البديل يعني ايه الحل اللي ممكن دلوقتي مفيش بديل لانهم لا متعلمين وبعدين حتى لو تعلمت الدفاعنا في سالة انتي بتجابه جيش هي دي المصيبة انتي بتجابه جيش وقالها عسكرية جيش مدفعيات وربي جي ودبابات للنساء الفيديو اللي انا شفته كان نساء يا سيدة مونة يعني عبعتهم لك بص من بعيد ده لاش تبص ربي جي وبتاع انتي عارفة جيب هراوة قد كده هو ببيرة قد كده وضربها على رأسها وضهرها يعني انا استحالة كنا عدت من غير العمود الفقر ما يتأذى استحالة وقت هي وقت ما يفتش ويعيني الولد دي تحمي نفسها زي لكن فق اني انت اتعلم الدفاع عن نفسي ايا كان وطيب تم الامر وعرفت ادافع اهلا وسهلا بصي بقى علشان بس انا بحبش الناس يعني تحبط يعني نرفع ما تمش دون عرضه فهو شهيد دون عرضه فهو شهيد فالقصة دي انت لو ملقتيش من رجال الامة منه دافع عنك نعمل زي سازة مولا ما تقول الله تعلمه وشوفي فن الدفاع ازاي خلص اليد مش عارفة منين ازاي يعمل بتاع ازاي اضرف منطقة بطن مثلا الربة ولا السمانة فيقع في افجري يعني ايا كان بتواجه فرد مجرم او عصابة مثلا او ثلاثة اربعة هتعرف تخلص منهم بقى وبعدين يجيبولك مش عارفة افلام اللي تبقى لابسة بتاع كذا لا دولة جا بيجي فادعي في الاول وفي الاخر ان الله سبحانه وتعالى يا رب يحملهم ويجعل لهذه الامة يا رب اقسمنا عليك بك يا رب بحق اسمك الاعظم الاحب يا رب اقسمنا عليك بك بحق حبك في رسول الله اللهم نجي امة محمد يا رب ونجي امة الاسلام والمسلمين اجعل لهذه الامة امره رشد يعز فيه اهل الطاع واهل الاسلام يا رب اجعل قائد الرباني يا رب اللي يواحد سفوف المسلمين اللهم انخذ يا رب اخواتنا في السودان اللهم احملهم اللهم احفظهم اللهم احميهم يا رب واخواتنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان وكل بقاع الارض اللهم امين اللهم أمين 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 يا رب جزاك الله خيرا دكتور أنا استقبلت صلاة ومنرجع إن شاء الله معنا أحمد من غزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الأخ أحمد الله يعطيكم الهافية أنا حكيت معنا أول مرة قريبا من حلقتين أولا بالنسبة للموضوع الحلقة صراحة وفعلا جزاكم الله خيرا أنكم طلاحتوا هذا الموضوع عشان كل الناس تشوفوا وتفهم أنا بصراحة يعني لما شفت الموقف اللي بسير في السودان يعني مثلا أنا من غزة متابعين مشاكل غزة يعني الواحد عنده هم على قد وزي ما بقولوها بالبلد يعني طلعت لليمن والسودان وشو بسير فيها قلت لا حول ولا قوة ألا بالله العليل العظيم حس في الله هو نعم الوكيل يعني الأمر أنا بصراحة في كل مواقع على السوشيال ميديا نزلت الإسلام يحارب في كل مكان هذا الذي يحص محاربة إسلام يعني غزة دماء دماء بشكل مش طبيعي وهو اللي إيش وثم الأعراض حس في الله هو نعم الوكيل اللي سووها نعم والسودان نفس الإشي الأعراض كلها حس في الله هو نعم الوكيل بالآلاف وعقبالها اللي هو الدماء اللي قتل الطفل لما لها الدكتورة قدام أمه والغير قال أنا شفته حس في الله ونعم الوكيل فيهم المرتزقة هذول واحد بيحكي في الدين بالدين بيقول كما تدين دودان نعم أنا لما شفت الأمر هذا يعني لما سمعت الأمور أقول حس في الله ونعم الوكيل حس في الله ونعم الوكيل جميعاً يحدث يمعين أنا شاب ونقهرت فما بالك في النساء حسب الله ونعم الوكيل وبالنصف لها دكتور هل أنا في عندي سؤال نعم تسمعنا نعم تسمعك دكتور هل أنا في مثلاً أتسأل إيش يعني يعني هيك إن شاء الله على سبيل الكرامة والسعادة يعني في أن الشهيد في غزة الاستشهد هو ساجد نعم فهذا الوقت يعني هو تقريباً من العائلة رحمة الله عليه يعني هو كان من الأصوات النذية في القرآن الله أم بار هو إمام وإمام مسجد وشب خلوق ومتعلم متعلم هندسة يعني ما شاء الله تبارك الله في المجال العلمي نعم وإن شباب ملتزن فهو كان صديقي رحمة الله عليه فأنا لما بكيت لما بكيت والله الذي لا إله إلا هو ما بكيت عليه طبعاً والله يعني كان هو كمان ثلاثة أربع من الثل اللي معانا رحمة الله عليهم جميعاً بكيت علي أنا قلت يا رب خلص يا أستاذ هالا هد نهاية نهاية يعني نعم نختمت نعم يعني واحد نختم أنا قاعد بأحلم نلتزم في الصلوات نقول يا رب كرمك يا رب لطفك ف انختمت فبكيت قلت يا رب كانوا معايا أنا طلعت على الغوضة وهم ضلهم وهم وهم ضلوا يا رب ونلوها يا رب وغدوها هل أنك الزعب كنات الآن يا رب لسه يعني مش جاهز لها هل يا رب فأقعدت بكيتها حالي قلت يا رب يا رب يا حبيبي يا رب ما ترد من خير وأقدم وأقدم على الكرامة هذه يعني أنت كمان من الكرامة من كرامة ربنا ربنا يخلي العدو يصوره 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 فعلا ويتصبره هو ساجد وربنا محصه وربنا محصه قبل ما يموت عند يعني كان بتعذب من الألم الألم اللي هو فيه وربنا محصه هذا تمحيص من الله يعني يمكن الله دعوة هو بدي إياها وفوق هذا كله قام من تعبه وبعد ما نطق الشهادة هنا والله أعلمه بحرك في إيله قام وشد على همته وسجد 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 ربنا خد روح هذا بكرة يبعث غير أنه في ميدان قتاع غير أنه شهيد وساجد نعم نعم فبكيت قلت قلت يا رب يا حبيبي قلت يا حبيبي يا رب يا رب اختمل بحاجة حلوة زيه يا رب يعني هو قريب يعني حبيبنا وهيك فعشانك في دكتور هالة دعيني بالسبب آه الله يبارك فيك يا أحمد خليني على أمنا على فيديو الشهيد اللي ساجد يعني هحكيلك اليوم حصل في إيه في الليل عشان بس قعدت أقول يعني ده خد الطلقة تمام هو كان مجاهد وخد الطلقة و و و ويأبى غير أنه هو مش مرتاح على وضع غير الوضع اللي كان بيريحه في الدنيا ده ويقولك هو من حمل حفظ الكتاب والأصوات الندية وصديقه الحمل الكتاب الله دوت كان اترحته فين في السجود إنما أشكو بثي وحزني إلى الله في السجود هي دي الحال اللي كان بيريحه في الدنيا أموت قابلك إزاي على اللي بيريح أدعي لك في ناس حالها مع الدعاء في ناس حالها مع الصيام في ناس حالها مع الصدقات ده كان حاله أكيد في السجود ده كان حاله أكيد له حال مع الله عز وجل إنه يعني يعني أقول مثلا يرشد ويوفق في آخر لحظات حياته مع شدة ضربة الضهر يعني يعني متفتت وهو أصلا كله أكيد جرينوك محرم أنا لا أبريهم ويطلع عشان يفتت الآن الثواني المعدودة الدقائق دي أنا سجود لك فيها يعني هو بيقول يعني سجوده ذات نفسه أنا قريب من أنا عايز أختم نفسي لأنه ده الحال اللي ريح أنا الحاجة اللي هو قالها أحمد عشي بقى سامحوا جاعة عايب بقى وكده بقى الحال اللي بيقولها أحمد أنا بكيت على حال كان صحبي يا رب وما دي بيقولك يا حبيبي يا رب أه أولا فعلا كده إن ربنا حبيبي لكل بس اللي له حال مع الله فاختار إنه هو يبقى ساجد شهيد يبعث يوم القيامة على الشهادة وعلى السجود وعلى هكذا أه الحمد لله الحمد لله فأدعو الله صحانه وتعالى يعني روحه موت وعلى ما مات عليه ويرزقنا ربنا الوجع بيبقى إن إحنا مش عارفين إحنا هيختم لنا بإيه يختم لنا بالخير يا رب اللهم أمين مقبلين غير مدبرين يا رب اللهم أمين نعم فساك الله خيرا دكتورة معنا رودي من مصر السلام عليكم عليكم سلامتنا وردت وزي حضرتك الحمد لله بخير تفضل يا رودي هل تسمعك الدكتورة نعم تسمعك الدكتورة دكتورة هلا أنا بسطة جدا بكلم حضرتك والله أنا مش مصدقة خالص إشان أنا حاولت تواصل مع حضرتك كتير حتى على واتسائب ومكنتش عارفة خالص يعني بسبب زار فيماي الله يبارك تفضلي تفضلي أنا سمعيك هي بالنسبة لي كبيرة هي صدمة يعني بالنسبة لي مشكلة شخصية بس أنا حاسة أن هي كبيرة بالنسبة لي كأنها نهاية العالم مع أنه ممكن تبنتفها بالنسبة الناس كتير بس أنا بالنسبة لي كنت في الجامعة وفي شاب بتعرف علي مش ارتباط يعني يعني لو شفني فطلب أنه يتقدم فتقدم الأوليون في الجامعة بعد كده أهله يفضوني لإني كنت بالبس بنتلون مثلا على حاجات طويلة فهو قالوا إن ده مش وضع بيتهم فهو جيت تكلم معي إن احنا أنا شريكي وإن أنا عايزك فأنا لو هنكمل فأنا أهلي بيتي واحد اتنين ثلاثة فأنا مشيت على هذا النظام بقيت مختمرة الحمد لله ولبست واسع والحمد لله أخب إيدي في حاجات حلوة كتير جدا يعني للأمانة شاب صالح يعني الكلام ده الكلام ده يا رودي الكلام ده أيام زمان ولا حاليا يعني أنت دلوقتي مختبانه بقالنا مختبين أربع سنين وشهرين وانفصلنا قبل الفرح بتسع شهور انفصلنا من شهر طيب السبب إيه وسؤالك ليه إيه أنا ما عرفش هو لي هو إحنا دلوقتي أنا التزمت واتخطبنا والدنيا كانت تمام بس كانت المعاملات مع الأهلي ما فيتش أنا يعني اتخطبت ببلا والظروف المادية ما كانش أحسن حاجة عنده وفقنا كل ده علشان إيه يعني حد شهرينا وحد محترم تمام تمام أنا فاهمة بس عشانهم ما قفلوش عليك الخط عشان فيه تصالات تانية أنا بس أليك سبب قال لك سبب فسخ الخطوبة إيه من عندك ولا من عنده إيه السبب هو آخر يوم ما بيننا في الكلام كان كويس جدا معايا وما فيش أي حاجة أنا بس في المكالم عاليت صوتي فقلت لفظ يعني أنت بتتعامل معاملة مش رجولية بسبب أنه قفل استكتف وشي وتبني على الخط بعدها أخد رأيي طرف ما يعني فأرجوكو بس ما تقفلوش حد ما كامل الحتة دي أخد رأيي طرف ما وبعد كده والدته بتصت وقالت أن كل شيء اسمه ونصيد بعدها أهلي عملت عدة محاولات لأنه هو عمل بلوكيت من كل حاجة أن هم يروحوا ويفهموا إيه الأمر هم أخدوا أن الحتة دي حتة عيبة عندنا إحنا أن أهل تروح للولد نعم واضح سؤالك دلوقتي حاولت كتير جدا الناس تقول لك ده مع ملكه عملت فريقة الناس مش محدش بيتدخل بالخير من عنده أولا كل البيبان متأفلة حتى هو رافض أي تعاملات وأي كلام أنا سؤالي لحضرتك أنا محتاجة مساعدتك ومحتاجة أن أنا أتكلمك في أمر شخصي تاني خالص أنا بحاولة توصل مع حضرتك على الواتساب بس أنا مش عارفة أوصل لحضرتك خالص وأنا شايفة أن الموضوع كبير بقاتي الحاجة يا ماش بس يا رود أنا هجوبك على الجزء اللي أنت قلت بس بقاتي بقيت سؤالك الخاص ده على صفحة فيرحة بها هما بفضل الله الفريق بيقوم بأول بول للأسئلة فده أسرع منصة دلوقتي برنامج بريد فيرحة بها على الفيسبوك بتبعاتي إن شاء الله تبخشي بأكاونت فيك مش مش عاييه اكتبي والله كذا كذا حصل كذا كذا وإحنا بنجاوب على الموضوع ده أول بول شكرا لك يا رود معنا يونس من مصراتة السلام عليكم عليكم السلام وعطو الله بركاته وتحية طيبة أختمنا وعز الحياك الله وتحية خاصة للدكتورة العالة ربية باركتكم إن شاء الله والمنبر الطيب وجعل ذلك بمزال حسناتكم إن شاء الله إن شاء الله أنا أصلا الأسرة والتباتل أخوتنا في غزة واللطف المسلمين في كل مكان بارك الله فيكم وعرجوكم طيبة إن شاء الله والله هو أن منزيل الأكلام الدكتورة بارك الله فيها تهديد النفس ما فيه شك والعواطر الجياشة والربطها بالحقيقة بالواقع مهم جدا يعني يعني يقولوا كثرة النظر للباطل تستحسن النفس حتى يدهم معرف الحق من القلب إياك إياك النظر الباطل والحقيقة لحظنا حتى كثرة الحقيقة في الميديا والوسائل حديثة يعني والأسف يعني يعني الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات والماضي الجميل والحاجات هذه وانتبعوا لأمور حاجات هذه كلها هذه ممنهجة للتبريد الواقع على متضامة والترابط مع الشعب الفلسطيني وحتى ما يحدث في السودان كلها الرسائل اللي نحنين لتخويفنا وارهابنا في الحقيقة المقفة كبيرة لأنها كلمة لأمور ونفس الأمهات اللي هم اللي بصر الجيل الطيب أن يكونوا معتدين في المرادية وما خليش وصح نفس طويل وتبي يعني كده وإحنا مرور لما رحنا الطغات وغيرها ولكن ديما الأمور الصرعية واضحة في المرادية فأجب التقليل من أهل المعاصي إن شاء الله ما نقولوش قيدتنا معصينا والعياد الميلاد والكلام الفارو هذا كل رأوا مساحبة في إحباط الشباب بدون نعلم أو ما نعلم نشاء الله أني تربتكم المباركة وفيكم نشاء الله ننتقل دكتورة لاستفسار بريد الصفحة الذي وصلنا على صفحة حابي على الفيسبوك سائلة تسأل وتقول السلام عليكم أنا فتاة عمري 17 سنة أعيش في بيتي أقاربي منذ كان عمري 12 سنة أمي في بلد وأبي في بلد آخر لم أشعر بالحنان والاحتواء طيلة حياتي تعرضت للاعتداء للجسد ست مرات عندما كنت صغيرة فقدت ثقة في كل من حولي وكل ما أكبر تزداد نفسي فيها سوءا حاولت الانتحار ثلاث مرات وأحيانا أؤذي نفسي ولكن أحاول التقرب من الله وأحافظ على صلاتي وأقرأ القرآن ربما يسخرك الله لتدليني على الطريق الصحيح كيف أتصرف يا دكتورة أنا وحيدة طيب يا بنوتة يالي عمرك 17 سنة وتسمعين أنا وحيدة استعصمي بالله الأزى الجسدي اللي تم يعني ست مرات دا كتير يا بنتي يعني يا المفروض من أول مرة وببلغ الكبار وإحنا بنقول كده التوعية في التحرش الجنسي أو الأزى لحد بلمسك أو هكذا الكبير روحي للناس الكبار حصل كده أنتو أنتو الضحية مش حد ما تخافوش من لوم الآخر لك أنتو الضحية في هذا الأمر فببلغ الناس الكبيرة حصل كذا كذا يا أبي كذا يا أمي كذا يا جدي كذا يا خالي أي عنصر ذكر ومفروض أنت مسؤولة منه أوليك في هذا الأمر حصل كذا 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 إحموني ببلغ أمي ببلغ أبي لكن ما تسكتش ست مرات كده خلص من ساعة ما تسمعي الحلقة أو الرد بتاعي دا امنعي هذا الأمر بكل الوسائل علي صوتك زعائي بهدلي هددي هعمل كذا بص بكل الوسائل إحمي نفسك النقطة التانية نقطة أنا وحيدة وأعمل إستعصمي بالله للعصام بالله زمانت ربنا ألهمك كده أصلي أحفظ قرآن الفجر لي حال فيه لي رقعتين قيام مقرأة بنزل فيها أحفظ قرآن أتعلم التفسير أخلي حالي لله إن الله يدافع عن الذين أمن والله يسخر لك ملائكة الأرض والسماء يدافع عدنك وأي حد يلمسك ولا كذا الله سبحانه وتعالى يفضحه ولو في عقر دا لكن في خطوات للتعافي يعني مطلوب المفروض أنا أباهدل اللي عمل فيها كده وأقوله سواء إن أنا يعني أقول رد فعل مش دفاعي على أساس إنه هو ولا انتقامي على أساس أكتر من إنه هو أطلع المشاعر الغضب اللي بوايا تجاه الشخص الزئب اللي عمل فيها كده وده الله سبحانه وتعالى يحفظك ويكرمك وبعد سماعك الحل دا استعصيمي بالله أكتر شوفي مكان مقرأة رنزلي فيها حطي نفسك بالنص الصلحة ما تسمحيش تاني بأي أزا ولا حد يلمس طرف منك عل صوتك خلي فيه مسافة بينك وبين كلام أي حد ما تحطيش نفسك موضع شبهات وهكذا ما تعديش لوحدك عرفت إن وحدك وفيه حد جاي عم تطلعي بره البتون هادي الناس ها تجيران بحيث إنك تحمي نفسك يا بنت ويسأل الله سبحانه وتعالى يسخر لك من يدفع عنك اللهم أمين أمين دكتورة نجيب عن سؤال رودي هي تقدم لها شاب في الجامعة ولديه مواصفات في التدين هي لدبتها وفهد فقط على وضعه المادي لكن حصل خلاف بعد الخطبة وقبل العرس أنها أغلقت الهاتف في وجهه وقالت له كلام لا يليق يعني نعم نعم طيب فهو أغلق كل شيء حتى حاولات الإصلاح لم يستجب لها طيب خلينا أقولك الحاجات الراجل لا يغفرها وإحنا دايما بنقول حتى في سلسلة التأهيل المقبلات على الزواج يا جماعة من فضلكم اسمعوا التكات دي لأنها مهمة ما في واحدة تيجي تخدش رجولة خطبها خدش الرجولة فيه واحد بيقبله وفيه معظم الرجالة ما بيقبلوش حاجة الشباب ما بيقبلوش انك انت مش راجل وانت لو كنت راجل كنت عام لأ راجل ولد انت تلزمين وبيكره تماما معي انه كان متيم وكان بيحبها وكان وكان لكن ساعة ما تمس رجولته وتمس كرامته في الرجولة بالذات لا ما يقبلش فده خط أحمر وانا يا ريت نحذر كده احنا ممكن نقول كده طب هو كان صح طب هو كان من المسئولية ان انت تعمل كده طب كان حتى من المروق ان انت كده طب الحب والعشم والمواد ده اللي ما بينها يعني فيه بديل كتير جمل تتقال لكلمة انت مش راجل ونشيل الكلمة دي من دماغ لا يعني فيه تصرفات تانية او فيه كلمات تانية بديل ده جزء الجزء التاني بلك ومشي وانت حاولتي واهلك حاوله وخدت بكل الاسباب وهو رافض مع السلامة مش هنضربه احنا على ايده ومش هينجابي الجرجر غزبا عنه لكن بنحاول لانك انت قفل على غلط تمام بنحاول يا ابن حيما كانش قصدي كذا لك علي كل الكامل اللي احتراموا التخدير كلمة طلعت غزبا عني لكن ما نهدش اللي ما بيني لا بايع مش فارق وانتي مش فارقة مع ألف سلام ولا نصحك أصلا مع اني غلطانة هو وكذا بس خد محاولة للأول للإصلاح كلمني طب نتقابل طب نشوف التفاهم لكن قفل وكره وعمل ومش قادر لا طيب وديت اهلي وجار وانا كلمته ومع ذلك نفس لكن نتعلم بقى ان الموقف ده كان غلط الصحي بتاعه في المرة قاية كذا الموقف ده كان غلط الصحي بتاعه كان كذا ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين يعني ما نكررش نفس الخطأ وادعوا الله سبحانه وتعالى بصارك يا بنتي بالخير الله أمامنا آمين دكتورة أخبرون أن الوقت قد انتهى للأسف يعني نلتقى إن شاء الله في حلقات قادمة على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رحاب الطور والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحاب الطور والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحابك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفر اشتركوا في القناة